كرق من تقريب العدد الأسر النازحة إلى محافظة أبيان تقدر بعض الجهات العدد بنحو 800 أسرة نازحة من محافظة الحديدة تم تسجيلها حتى الآن في مكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة لكن معلومات أخرى ترجح ارتفاع أعداد النازحين خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق أخرى وقد تجاوز عددها الألف أسرة استقبلتها منطقتها الشقرى والكود حيث يعيش معظمهم في مخيمات بينما يعيش آخرون في مساكن متواضعة بالإيجار فمركز النازحون في مركز شقرى أو مدينة شقرى قرابة 300 أسرة نازحة وكذلك منطقة الكود أيضا فيها 300 أسرة نازحة أمام هذا العدد الكبير للنازحين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية غاية في السوء تسعى المؤسسات المحلية في المحافظة إلى الإسهام في تقديم المساعدات لهم بالإضافة إلى ما تقدمه المنظمات الدولية من مواد إغاثية المخيم هذا يعتبر من أكبر المخيمات المتأثرة بسبب الحرب في محافظة الحديدة ونازحين إلى محافظة أبيان منطقة شقرى اليوم نحن هنا بصدد معاونتهم والوقوف إلى جانبهم من ناحية إغاثية لأنه إلى الآن لا يوجد أحد قدم لهم بالنسبة للمواد القذائية أي جهة الجهود التي تحاول بذلها الجهات المانحة المحلية منها والدولية تأتي بهدف التخفيف من المعاناة التي تعيشها تلك الأسر المتزايدة أعدادها بسبب الحصار الخانق الذي تواجهه مناطق النزوح جراء الحرب هناك لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان